هحتاج تكييف كام حصان او كام طن يا باش مهندس عند غرفة طولها 5 متر عرضها 4 متر ارتفاحها 3 متر هنحتاج مكيف كام حصان او مكيف كام طن ببساطة جدا هنستخدم المعارلة دي يا جماعة قدرة المكيف في الحصان بتساوي الطول في العرض في الارتفاع في 250 رقم ثابت 150 دي وحدة تبريد المكيف في المتر المربع على 8000 رقم ثابت ايضا دي حجم المكيف التبريدي او 8000 وحدة حيارية توازي حصان واحد عشان احنا بنحسب قدرة المكيف بالحصان تعال نطبق في المعارلة بتاعتنا يا جماعة طول الغرفة 5 متر عرضها 4 في 3 في 250 رقم ثابت على 8000 هيساوي 1.87 من مية هنقرب الرقم دايما للأكبر يا جماعة اذا نحتاج مكيف 2 حصان عندنا مساحة الغرفة 12 متر مسطح وليكن غرفة 3 في 4 اذا قدرة التكييف بالحصان بتساوي المساحة بتاعتنا على 10 اذا 12 على 10 بيساوي 1.2 من 10 هنقرب للأكبر يعني 1 وربع حصان اذا الغرفة اللي مساحتها 12 متر مسطح هتحتاج تكييف تقريبا 1 وربع حصان طيب مثال اخر يا جماعة عندنا مساحة الغرفة 18 متر مسطح وليكن غرفة 6 في 3 مثلا يبقى بساطة قدرة التكييف بتساوي المساحة 18 متر مسطح على 10 رقم ثابت بيساوي 1.8 من 10 هنقرب للأكبر يعني 2 حصان على فكرة يا جماعة لو عاوز تحسب قدرة المكيف بالطن لازم تبقى عارفة ان الطن التبريدي بيساوي 1.5 حصان يعني مكيف 3 حصان بيساوي بالزبط مكيف 2 طن او في المعادلة بتاعتك قول قدرة المكيف بالطن بتساوي الطول في العرض في الارتفاع في 250 على 8000 خليها 12 ألف وبكده يا جماعة هتقدر تحسب قدرة المكيف بالطن